بدي اقولك من الجبنة البيضة لاني نصها نشويات فبالتالي انا اخدت باقي النشويات بتاعتي بدل ما اخدها كلها من العيش لا اخدتها من الجبنة واخدتها كمان من الفول طيب لو حد يجيه يقولي انا باخد الصبح مثلا 3 رغفة عيش بحب افطر فيهم عشان اشبع ما بقدرش يا دكتورة ان انا انزل الشغل من غير ما اكون شبعا ففي الحالة دي بنقولهم الرجيم اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة اللي هو الصحي وانخس ان انا اقول للشخص ده زود كمية البقوليات يعني اعمل طبق فول كبير قوي واعمل وزود الجبنة وممكن البيض نزوده ازاي البيض عشان البيض خد بالكم ان البيض فيه السفار الكوليستيرول بتاعه عالي فبالتالي البيض بنزود البيض يعني ممكن اسلق مثلا 5 بيضات اخد بيضة كاملة واخد بيضة الاربعة التانية فبالتالي كده انا زودت البيض بيض البيض سعراته قليلة بروتينه عالي فانا في الحالة دي بحقق معادلاتي ان انا بدي الشخص اللي قدامي كمية بروتين عالية ولكن من مصدر صحي وبطريقة صحة يبقى انا خسسته ان انا الديتو البقوليات فيها بروتين عالي الديتو بيض البيض اللي بروتين عالي وسعراته قليلة كمان وديتو الجبنة البيضة بروتين عالي جدا وكمان فيه النشويات اللي احتياج بتاعه فبالتالي انا حققت المعادلة في فجبة الفطار مثلا اللي انا عايزاها يبقى انا عليت البروتين من مصادر كويسة والنشويات كملت احتياجي من مصادر صعوراتها قليلة جدا ولكن العيش خليته هو الاقل عشان العيش لأ نشويات صعوراته كبيرة وهو بيقدي الى السمنة كعيش او بطاطس او مكرونة فعشان كده انا بقول للشخص ده خلي العيش هو الاقل والبنود التانية هي الاكتر في الحالة دي هو خد كل احتياجه اللي انا عايزا من النشويات ومن البروتين ومن الدهون لما حطينا مثلا زيت او حطينا مثلا زيت حار او زيت زاتون حطينا على الفول او على الجبنة احنا خدنا كل الاحتياج بتاعنا كوجبة فطار كتقسيم الصعورات كمان خدناها في وجبة الفطار كل احتياجنا نيجي بعد كده لوجبة الغدا وجبة الغدا دي عشان احققلك فيها الرجيم اللي انت عايزاه برضو اللي هو بيخسس بطريقة سريعة في قاعدة مهمة قوي القاعدة هنا بتعتمد على ايه على نظرية فصل النشويات عن البروتين ودي من احلى واجمل واقوى القواعد اللي بنستخدمها في الرجيم ده كثرة الرجيم بتستخدمها كلها ودي قاعدة صحيحة شكده احنا بنقول القواعد الصح هنقوله القواعد الغلط يا جماعة بلاش منها لان فعلا في النهاية صحة هتتعب الوش مش هيبقى البشرة حلوة الشعر هيتأثر وهيقع وهنخش في مشاكل صحية حسابات في المرارة ضعف عام المناعة بتقل ونبتد نخش في سايكل تاني احنا مش عايزينا لا احنا عايزين نخس وبرضو بطريقة سريعة لكن بشكل صحي وسليم فالنظرية الفصل البروتين على النشويات وخاصة في وجبة الغداء دي مهمة جدا طب في ناس ممكن تقول طب احنا ممكن ناخد خضار زي البسلة او القولاس او البطاطس يا جماعة دي اسمها خضار نشويات لان الناس فاكره ان الكربوهيدريت هو العيش والروز البطاطس ومكارونا لا في عندنا خضار برضو اسمه خضار نشويات زي ايه زي البطاطس وزي البسلة وزي القولاس دولة خضار نشوي فعشان كده احنا بنقول لما نيجي نعمل عملية فصل للنشويات عن البروتين ما نقعش في اللي غلطة دي ناخد اللحوم بتاعتنا سواء الفراخ او السمك او اللحمة والطريقة بتاعتها مهمة قوي انها ما تبقاش مقلية يعني الناس اللي هتعمل النوع اللحوم ما يجيش حد يقول انت قلتي ان احنا ناخد اللحمة ومعها طبق صلطة اللحمة ما ينفعش تبقى مقلية ونقول احنا بنعمل رجيم لأ احنا عشان نحقق النظرية اللي احنا بنقولها احنا ناخد اللحوم كلها ولكن مطبوخة صح يعني ايه يعني معمولة في الفرن او معمولة نيب نيب صلصة والتسبيكة برضو بس نيب نيب او معمولة مسلوقة لو الناس بتحب المسلوك رغم ان مسلوك كلمة سئلة قوي على الناس مش بتحبها فخلينا دايما في الحاجات اللي هي معمولة في الفرن بتبقى طعمها حلو وبتبقى الناس بتقدر تكمل عليها الفترات طويلة ده بالنسبة للبروتين طيب البروتين هل يشمل البروتين النباتي اه طبعا لكن دايما اللي بيخصص اكتر هو البروتين الحيواني طيب ناخد معاه اللي جنبه ايه بقى الصلطة طبق الصلطة مهم جدا ليه طبق الصلطة مهم جدا بيكملين الاحتياج بتاعنا من الفيتامينز والمعادن عشان كده احنا بنقول لو الجسم خد كل احتياجه من النشويات ومن البروتين ومن الدهون ومن الفيتامينز ومن الاملاح ومن المعادن والمية يبقى معنى كده ان الجسم ده كفاقته هتبقى عالية الجسم ده معدل حرق وهيبقى عالي احد بنود معدل الحرق ان انا قد الجسم كل العناصر بتاعته دي اهم حاجة لازم بقى فعامنا الجسم لو اديته احتياجه هيبقى من العوامل المهمة جدا اللي بتزود معدل الحرق يبقى عندنا البنود كلها مهمة اوي يجي عندنا في معدل الحرق باندي تاني مهمة اوي اللي هو عندي الحركة لان معدل الحرق بيعتمد على السعرات اللي انا باخدها وعلى الحركة بتاعتي والمية ففي بنود بتزود معدل الحرق احنا النهاردة هنتكلم على الاكل اللي يخلي معدل حرق الدهون بتاعك اعلى في مرة تانية هنتكلم عنا الحركة لكن الاكل اللي يهمني اوي ان انا اتكلم عليه النهاردة الاكل زي ما قلتلكم احنا في الغداء عملنا وجبة الغداء ان احنا حطينا اللحوم ومعها طبق السلطة طب هل في سؤال بنسأله هل في اكل بيخلي معدل الحرق عالي لا مفيش حاجة اسمها كده لكن في حاجة اسمها اكل بيديني بيديني سعورات اقل من اللي بيتستهلكه الجسم عشان يحرقه يعني ايه يعني انا مثلا لما اكل الخضار جسمي بيستهلك 180 كالوري عشان يحرقه هو بيديني من 30 ل 50 سعر حراري فبالتالي انا جسمي صرف من السعرات عشان يهضم الاكل ده اكتر من اللي هو الدهولي هي دي نظرية ان اللي فيه اكل يستهلك مني سعرات ويديني سعرات اقل دي نظرية محترمة جدا طب مين تاني بيحقق النظرية دي احنا قلنا كل السلطة او الخضار بتحقق النظرية دي عندنا البيض بيحقق النظرية دي طيب البيض واجهنا مشكلة السفار بس عشان الكوليسترول بيبقى بيبقى مش مستحب ان يبقى سفار البيض كتير فزي ما قلت لكم نكتر البيض يعني ناخد السفار ببيضة كاملة وناخد بيض كذا واحدة البيض البيض من اكتر الحاجات اللي بتساعد على التخصيص بروتين بتاعها عالي بتدي سعرات قليلة وبتستهلك من الجسم سعرات عالية جدا لان هي تحت بند البروتين ومن اهم عناصر البروتين هو البيض نيجي كمان بعد كده مين تاني بيحقق لنا النظرية دي التفاح في الفكهة التفاح بيحقق النظرية دي برضو الجسم بيستهلك طاقة اكتر بكتير من اللي التفاح بيديها لي عشان كده في الرجيم الناس دايما بتقول التفاح بيخسس احنا بنقول التفاح بيخسس لان نظرية ان بيدينا سعرات اقل من اللي الجسم بيصرفها عشان يستهلكها او لهضم التفاح طيب هل في حاجات تانية لا احنا بنقول الحاجات اللي هي سعراتها قليلة وممكن تملى البطن كمان غير الخضار وغير البيض وغير التفاح كمان عندنا المشروم من الحاجات الكويسة جدا اللي بتدي سعرات قليلة قوي وهي بروتين المشروم فعشان كده تنظيم الاكل للشخص اللي عايز يخس مهمة قوي ان انا اعرف الاكل ده بيدي سعرات قد ايه الاكل ده انا جسمي بيستهلك عشان يهدمه سعرات قد ايه ان الفكرة دي دايما بتحقق ان انا اقدر اخس وانا باكل اكل صحي او اكل كويس او اكل يلبي احتياج الجسم كله فعشان كده التأسيمة بتاعة الاكل دي مهمة قوي ان تبقى مع حد متخصص حد فاهم يديك احتياجك كله لكن مفيش فكرة او اللي احنا بنسمعه ده ده رجيم انه اللي هو رجيم البطاطس رجيم شربة الكروم رجيم الموز دي كلها حاجات مش صحيحة فيه كمان حاجات تانية الناس بتسألنا عليها كتير واحنا بنعمل الرجيم يعني ان لما حد باجي اكتب له الرجيم يجي يقول لي دكتورة طب هو حدرتك كتبت الموز طب هو الموز مش بيتخن فبتكون الاجابة الموز بيتخن امتى الموز بيتخن لما اكل كمية كبيرة الموز بيتخن لو حد خلاص هو مزبط كل حاجة يعني يعني ايه مزبط كل حاجة يعني حد بيأكل عيش كتير بيأكل مقلي بيأكل الجبن السفرة بيأكل اللحوم المطبوخة وبيأكل الاكل مقلي الوكبة بتاعته بتبقى في وقت متأخر بالليل كل البنود دي بنشلها وبنسأل بس هو الموز بيتخن ولا الحقيقة ما بتبقاش العملية ان ده يعني كفكهة صحية انها بتخن ولا لا احنا بنقول ان انا الفكهة كموز مش بيتخن لو انا بدلته مثلا بالعيش واحدة مثلا في الفطار هتفطر مثلا جبنة وفول وجنبها عيش ولا تفطر طبق فكهة وفي موز لا تفطر طبق الفكهة في موز احسن بكتير ما تفطر وتاخد العيش فعشان كده بنقول منظومة الرجيم دي منظومة وعلم ولو قواعده ان انا ابقى فهمة قدي لشخص القدامي ايه ايه المفيد لجسمه ازاي يمشي على الرجيم الصح ازاي ان انا اخد احتياج الجسم ازاي اديله البدائل الصح فعشان كده بنقول يا جماعة اه في رجيم ممكن يخصصك في فترة بسيطة بس انا بفضل اللي هو هنخصف فترة بسيطة في الاول علشان نعمل حالة نفسية كويسة او زي ما بنقول نزوء اللي قدامنا زقة تخليه نفسيا مستريح لان الناس بتزهق من الرجيم اللي هو هنزلها عدد كيلوات قليل وبتستهلك وقت طويل هو ده الرجيم الصح بصراحة لكن انا بقول ان الرجيم اللي بيحتوي على العناصر كاملة وده مهم ونكمل كلامنا